عقدت إدارة رئيس كوريا الجنوبية جلسة طارئة لمسؤوليها الأمنيين بعد إن قامت كوريا الشمالية بإطلاق جديد لصواريخ قصيرة المدى ونقلت وكالة ينهب عن المتحدث باسم رئاسة البلاد كيم مين جونغ قولها أن المشاركين في الاجتماع يتابعون الوضع ويتبادلون المعلومات مع الولايات المتحدة من جانبها علنت وزارة الخارجية كوريا الجنوبية أن وزارة الخارجية كونغ كيونغ هوا ونظيره الأمريكي مايك بومبيو اتفق إثناء مكالمة هاتفية على الرد المتزن على قيام بيونغ يونغ بإطلاق جديد للصواريخ